السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نحكي عن من الأخبار الفلكية طبعا اليوم حلقتنا عن انتقال كوكب الزهرة إلى برج العذراء طبعا انتقال كوكب الزهرة رح يكون من برج الأسد اللي كان موجود لمدة طويلة وتراجع ورجع للحركة الأمامية ودمر كثير من الأبراج بالحركة السلبية بالتراجعية ولكن لما رجع للحركة الأمامية تحسنت الأجواء شوي ولكن مش بالقدر المطلوب بسبب الزوايا اللي كانت متشكلة الآن الزهرة بدها تنتقل لبرج العذراء ساعة وحدة وعشر دقائق من فجر يوم الاثنين تسعة عشرة تشرين الثاني اكتوبر ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية صباح يوم الأربعاء ثمانية احدى عش ساعة تسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت غرينج بالنسبة لكوكب الزهرة دائما منحكي إيجابياته وسلبياته ففي حال كان إيجابي معناته أن العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفاهم والمال الفني هاي كلها تقريبا اللي بتكون مسيطرة بحالة الإيجابية أو الطاقات الإيجابية اللي بتعطينا إياها أما لما يكون سلبي عنا شغلتين ثنتين الغيرة والعناد هذول الاثنين بيخربوا كل الدنيا خلال الفترة المذكورة اللي احنا حكينا عنها اللي هي مدة وجود الزهرة في العذراء فرح يطرأ تغيير إيجابي على المظهر الخارجي لموليد برج العذراء وبيجيذبوا لهم أفراد الجنس الآخر وبيستفيد معهم عاطفيا موليد الأبراج الترابية والمائية الثور والجدي والسرطان والعقرب والحوت كل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة في برجه أو في طالعه يعني إذا كان برجك أو طالعك عذراء وكان موجود في الزهرة انت اللي رح تكون أكثر المستفدين خلال هاي الفترة وبما ان الزهرة كوكب الوصلة بالفن والجمال والمال والعاطفة معناته في فرصة كبيرة للاستفادة من هاي الأمور وخصوصا للأبراج المائية والترابية بدرجة أولى طبعا وتعد الطاقة اللي بيبثها الزهرة لما بيكون موجود بالعذراء يعني هو بركز على غدتين اللي هي الغدة النخامية والغدة الكذرية اللي لها علاقة بالهرمونات يعني زي هرمون النمو وبرضه والديسترول والكورتزول وبرضه الهرمونات الجنسية البرولاكتين هرمون الحليب الأستروجين الأندروجين الاسترودول والتيسترول هذولا من الهرمونات اللي برضه بيأثر عليها كوكب الزهرة بشكل أكبر عشان هيك في هاي الفترة تلعب الهرمونات دور مهم في تنشيط عضلة القلب انقباض الأوعية الدموية بالجلد انبساطها أجزاء أخرى من الجسم الاحتفاظ بضغط الدم بمعدلاته الطبيعية بيمنح الإنسان شكل فيه جاذبية وحيوية وبيزيد من رغبتنا وأخبالنا على الحياة بشكل أكبر بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا وبتكون الزهرة موجودة عندهم بالعذراء هذولا أشخاص ما بيميزهم قوة الرومانسية أو ما بيتميزوا بقوة الرومانسية هذولا أشخاص بيتصرفوا بشكل تلقاهي حاولوا يدرسوا ويحللوا العلاقة ولدرجة أنه أي شخص بيتعامل معهم بيوصفهم بالبرود العاطفي ولكنهم هذولا أشخاص بيحبوا ينقلوا خطاهم على خطى ثابتة أو على مكان ثابت ما بيحبوا يجازفوا في الأمور العاطفية بدون ما تكون مدروسة بشكل جيد بالنسبة للزوايا اللي بتحدد إنه كيف رح يكون الزهرة لما يكون موجود بالعذراء إيجابي سلبي فهذا الإشي بدنا نشوف الزوايا إيش اللي رح يتشكل في خلال هاي الفترة أول زاوية هي يوم الثلاثاء عشر عشر في زاوية التقابل سلبي يعني بعد اليوم من الانتقال هاي زاوية ما بين الزهرة وما بين زحل فهاي زاوية بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك منها للاكتئاب نزاعات مع محيطنا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بسبب هاي الزاوية طبعا السبب فيها زي ما حكينا الغيرة والعنادة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بتكون يوم الأحد اثنين وعشرين عشر زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمروني في التعامل كمان بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات اللي إلها علاقة بالفن والديكور والتجميل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلب لنا البهجة وبتحقق نجاحات شخصية وهذا وقت مناسب لأمور إلها علاقة بخطبة أو زواج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث تيجي إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي يوم واحد وثلاثين عشرة يكون يوم ثلاثاء ابتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه تكون شعبيتنا في تصاعد بتجلب لنا سعادي غير منتظرة وإمكانية خلق علاقة جديدة تبنى على المحبة والعفوية وبرضو بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بتكون يوم الثلاثاء واحد وثلاثين عشرة زاوية التقاول سلبية بين الزهرة وبين نبتون بتسببنا نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا الاستهلاك المفرط للكحول أو المخدرات أو الأدوية المهدئة أو المنشطة بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وعادة هاي الزواية عادة يعني بتزيد فيها حالات التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الثلاثين ستة حدعش هاي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية طيب هيك إحنا يعني تقريبا حكينا كل زوايا فشفنا أنه في إيجابي وفي سلبي معناته منقدر نقول أنه الزهرة وجودها بالعذراء رح يكون ممتزج خليط ما بين السعادة والنحوسة يتحكم بالزوايا والأمور الأخرى اللي ممكن تكون زوايا مع القمر زوايا مع الكواكب الأخرى سعودة ونحوستو طبعا الزهرة هي أساسا بوجودها بالعذراء ما بيكون لها المتنفس الكبير ولكن بيكون في بعض الإيجابيات القوية خلال الفترة القادمة خلينا نشوف إيش التأثيرات على جميع الأبراج والطوالع يعني كل شخص بدي يسمع برجه بدي يسمع طالعه عشان يعرف إيش المكاسب اللي رح يستفيد منها ومن إيش يعني إذا فيه تحذيرات إيش ينتبه منه برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل تعتبر هاي فترة جيدة لتحسين العلاقة مع الزملاء بالعمل وأيضا التقرب منهم بعيد عن التوتر الكثير من المشاكل اللي كنا نعيشها بالفترة الماضية بيصير خلص حان الوقت لا زوالها أو انقضاءها أو نهايتها فعشان هيك بدك تكون متفاهم لظروف الآخرين حاول إنك يعني تمزك حالك الفترة هاي لأنها الفترة هاي ممكن هيك في بعض الأفكار الخاصة فيك تظهر على الساحة بشكل كبير بتكون في قلة بالمرونة اللي بيكون لها تأثير واضح على علاقاتك مع الأشخاص اللي حواليك عليك الانتباه من الاضطرابات بالهرمونات بهاي الفترة حاول الانتباه من نوعية غذائك على الرغم من وجود الزهرة في بيت ما بيناسبك عاطفيا إلا إنك شخص راح تحضى ببعض الأوقات الممتعة في فرص إلها علاقة بالعمل أو عمل جديد أو عروض إلها علاقة بالعمل بهاي الفترة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور على الرغم من طبيعتك اللي شوي هيك يعني نقدر نسميها النزقة هاي الفترة بتحمل لك الكثير من الفرص والحضوظ العاطفية لأنه يعتبر الزهرة في بيتك الخامس فعشان هيك حاول تقبل الشريك العاطفي كما هو وما تحاول فرض أراك عليه أنت شخص حساس جدا وعاطفي ما لكن في لحظات بصير عندك درجة اسمها درجة التملك حاول أنك تستفيد من هاي الفترة لأنها فترة مائية بامتياز فترة ترابية بامتياز عفوا فعشان هيك هاي من نفس جنس تكوين برج الثور بتساعدك الزهرة على حل كثير من المسائل اللي فيها نوع من أنواع التوتر العاطفي الطارئة وبرضو فترة جيدة للمكاسب المالية وللارتباط العاطفي وها أيضا للنساء اللي عندهم رغبة بالحمل بالفترة هاي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هاي الفترة بتركز على الأمور والمعاملات العقارية لبيع أو شراء أو تغيير مسكن أو دخال تعديلات جوهرية على البيت هاي فترة جيدة لتوطيد علاقتك بأسرتك وحل المشاكل اللي عانيت منها بالفترة الماضية وبرضو بتسود نوع من أنواع المحبة على علاقاتك داخل البيت بتحاول تقرب من أبنائك بشكل أكبر ممكن تتشجع أو تشجع أبنائك على ممارسة هواية بيحبوها عاطفيا بتجد الشريك العاطفي بيحاول تقرب منك بطريقة مختلفة ممكن ما تكون كلها مقبولة بالنسبة لك فحاول أنك تتفهم شخصيته بشكل جيد كثير من موليد برج الجوزاء ممكن يصير عندهم فرحة لها علاقة باب البيت بحدث مميز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعني أكثر شيء رح يلقي الأضواء على علاقاتك بالفترة هاي المودة والمحبة وخصوصا مع الإخوة مع الأخوات حتى على المستوى العاطفي بإمكانك حل أي مشكلة عالقة بالتفاهم والحوار ممكن تحظى في هاي الفترة بقدرة سحرية على التواصل مع الآخرين مخصوصا الجنس الآخر الكثير من التناقلات المفرحة والعلاقات اليومية اللي بتجلب لك السعادة والراحة بيستفيد طلاب المرحلة اللي ما قبل الجامعة اللي هي المراحلة الابتدادئية والثانوية اللي ممكن يحقق لهم هذا الشيء جو من الألفة داخل البيت وأيضا على مستوى تعليم وبيدروا ينجزوا ما تراكم عليهم من دروس وبرضو بيستفيدوا التجار اللي بيشتغلوا بالتجارة الداخلية بالمعاملات اليومية والتبادلات السريعة وبحققوا فوائد كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا وجود الزهرة في بيت مالك هذا الشيء بيحقق لك الكثير من الأرباح والأموال والتركيز على الأمور المالية أو الطرق لجلب الأمور المالية اللي بتجيك عن طريق المجهود الشخصي أو عمل إضافي أو مستردات لأنه ممكن تسترد في هاي الفترة أموال مستحقة أو ديون قديمة عالقة برضو فترة جيدة للتعامل مع البنوك والمصارف ممكن بعض الأشخاص يسعوا لمساعدتك وخصوصا من الجنس الآخر انتبه قليلا من الانفعال والتسرع وحاول أنك ما تقدم على أي مشروع إلا بعد دراسته والتدقيق فيه ممكن تجد نفسك مسؤول بشكل كبير عن الشخص اللي انت بتحبه وخصوصا ماليا وممكن تقدم بعض الهدايا أو تدخل السرور لقلبه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشعر أنك مليء بالعاطفة والحب والطاقة ورح تقبل على الحياة والعلاقات بشكل كبير بالفترة القادمة رح تجد قمول من الجنس الآخر وجاذبية كبيرة بتكون عندك كثير من الأشخاص بيحاولون أنهم يتقربوا منك بيتوددوا إلك هذه فترة أفضل فترة بالسنة لأنه حتى على مستوى مظهرك بأفضل حال بيكون وطاقتك العاطفية ممكن تقوم بتغييرات حقيقية بمظهرك أو شكلك الخارجي اللي يزيد من تعلقك يعني زي عمليات تجميل أو الاهتمام بالنفس هاي الفترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالفن والشهرة والظهور والأضواء بتعمل خصوصا إذا كنت بتعمل في هاي المجالات كثير من الفرص المالية والدعم اللي ممكن يجيك من أشخاص من الجنس الآخر برج الميزان طبعا بالنسبة لموليد برج الميزان صحيح أنه زهرة وجودها رح يكون في بيت متاعبك إلا أنه بحاول أنك ما تفوت فرصة هذا الشهر لأنه الميزات اللي رح تجيك من وجود الزهرة في بيت متاعبك ملائمة للتعامل مع شركة أو مؤسسة كبيرة كما منه ممكن يسعى أحد المقربين أو الغرباء من الجنس الآخر لا تقرب لا إلك بيتم معك عقد أو صفقة مربحة بيكون فيها كثير من الخير لا تتردد في ذلك في علاقة عاطفية ممكن تقوم فيها بالسر يعني ممكن أنك ما بتحب أنك تظهرها للعلم بالفترة هاي ولكن انتبه في فترة انتحاسة الزهرة أنه هاي العلاقة يصير فيها بعض المشاكل ممكن تزداد رغبتك في هاي الأيام أو رغباتك فحاول أنك تمسكها بشكل جيد مش كل شيء بترغب فيه لازم تحصل عليه انتبه بشكل جيد من الأشخاص اللي بيحاولون هم يستغلوك ماليا أو جسديا أو جنسيا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا دخول الزهرة لبيت الأصدقاء ما بمنحك فرصة كبيرة للقيام بنشاطات اجتماعية مهمة ولقاءات مثيرة مع الأصدقاء المقربين ممكن في هاي الفترات تتعرف على أشخاص بيكون لهم دور كبير في حياتك أو أكثر هذه الصدقات أو المعارف أو العلاقات الاجتماعية بتكون مع أشخاص من الجنس الآخر ممكن تفكر في إنشاء معهد أو مركز تنموي أو اجتماعي وهذا الشيعة فكرة رح يلقى نجاح مهم إذا أعلنته خلال هذا الشهر ورح يلقى الكثير من الأنصار والمشتركين أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تستفيد من تطوير علاقاتك بالمسؤولين عنك خصوصا في مجال العمل بعض الأفكار الخاصة بك ممكن تستحوض على قبول عند المسؤولين عنك بالعمل وممكن تحصل على مكافأة مالية مجزئة خلال هاي الفترة ممكن تتفاجأ بأن أحد هاولا بيسعى للتقرب منك أو إنقامة علاقة معك نوعا ما بعيدة عن أجواء العمل لا تحاول أنك تأخذ الأمور بشكل معقد حاول أنك تعطيه فرصة لا يعبر عن رأيه بعيدة عن الانتقاد اللاذع أو السخرية من المشاعر حاول أنك تتفاهم أو تفهم إيش اللي بصير بدون ما تعطي رأيك بشكل قطعي ومهيكي بدون دراسة لأنه ما بدنا علاقات لأنه هذا يعتبر بيت السمعة ما بدنا علاقات يعني يكون فيها تشويه لسمعتك عشان هيك أعطي مجال وأدرس واتخذ قرارك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هاي الفترة بتفتح فرصة حقيقية للسفر خارج البلاد من أجل الدراسات الأكاديمية العليا إذا كنت من الأشخاص اللي بيقدموا مشروع علمي أو بتسعى لإعلام بحث جديد أو بتحاول أنك تقدم لمسابقة عالمية فتعتبر هاي الفترة الأنسب لا تتأخر في ذلك بإمكانك القيام برحلات بعيدة والتمتع بالطبيعة الخلابة هاي الفترة الأفضل للتعاقد مع شركات أجنبية خارج البلاد أو التعامل مع بعض الأشخاص الغير معروفين بالنسبة لإلك ولا التجارة برضو لأنه هذا شهر الأنسب لقيام بصفقات أو عمليات تجارية مهمة بالاستيراد والتصدير وبرضو ممكن تتلقى مساعدات مهمة في الأمور القضائية في المحاكم اللي عنده قضية أو أوراق أو معاملات الفترة هاي بيقدر ينجزها بتعود أمورك العاطفية لمجاريها الطبيعية رغم التوترات ممكن تشعر بقوة الصداقة في هاي الأيام بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا رغم قسوة الفترة الماضية لأنه كان زهرة موجود مقابلك بالأسد وتراجع وأثر عليك بشكل كبير من ناحية عاطفية أو من ناحية علاقتك مع شريك العاطفة أو العمل وأيضا ماليا فهذه الفترة مهمة للحصول على مكاسب مالية حقيقية بتيجي عن طريق شراكة أو تعويض أو تعويضات مالية مستحقة فترة جيدة للدخول في معاملات عقارية وسكنية أو بيع أو شراء في أشخاص ممكن يحاولوا إصلاح علاقة سابقة معك غالبا بيكون صادق في هاي الفترة تحديدا في عملية التقرب منك وإنت بطبيعتك عندك نوع من الصدق فهذا الشيء يعني خلي العمر أنه ما فيه مراوغة وبتقدر تصل للحكم الصائب ولكنها معنى ما تكون سريع كثير بالحكم قبل ما تتأنى وتتأكد عشان هيك خفف توترك الدائم انظر للحياة معين الرضا والتسليم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هون الزهرة موجودة مقابلك تماما في بيت الشراكة وهذا الشيء رح يجعلك محط أنظار الآخرين لا سيما مع الجنس الآخر هاي ممكن شوي يتثير الطرف الآخر بيجعله شديد الغيرة عليك لأنه بتكون أنت بطاقة أعلى كثير وممكن أنك تعمل بشكل جدي لتقرب من شريك العاطفي وتطورها لخطبة وارتباط وزواج حتى يعني كثير من موليد برج الحوت ممكن يتزوجوا بالفترة القادمة هاي الفترة الأنسب للتواصل وحل المشكلات العاطفية العالقة بتحس بقوة العاطفي في حياتك وبتسعى للهدوء والسلام على الرغم من بعض المواجهات استفيد من هاي الفترة من كل علاقات الشراكة العملية الحقيقية واللي ممكن تعود عليك بالأرباح والفائدة عما بالنسبة للمتزوجون فلا تنسوا أن الزوايا السلبية اللي رح يشكلها رح تكون في بيت الشراكة فإذا علاقتك أنت وزوجتك أو زوجك فيها بعض التوتر بالفترة هاي ابعدوا عن المشاكل والمواجهات والحساسية بالتعامل هيك من كون تقريبا خلصنا من هاي الحلقة والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر